اشتركوا في القناة في مخصص درجات الحرارة القصوى كانت في مستوى 22 درجة في ولاية الشمال في المرتفعات وأيضا قرب سواحي اليوم في تونس العاصمة سجلنا 29 ببقية الولاية تروحت الأرقام بين 33 إلى 37 درجة بالبرمة ببرج الخضرة وصلت إلى مستوى الاربعين ومميزة تقصي اليوم شوفهم كالعادة من خلال تسلسل لصور القمار الأسناعي مناطق الوسط والجنوب تقريبا توصلت فيها الأجواء مشمسة وليتخلتها بجموعة من الصحب العبرة مع ظهور بعض الصحب من النوع المخفض واللي كانت أكثر كثافة بولاية الشمال لليل مواشرات وإمكانية نزول بعض الأمطار المحلية في مناطق أقصى شمال كيف كيف في جهة الساحل ببقية الجهة تقريبا ما زالنا معنين بظهور بعض الصحب ودرجات حرارة ليلا تكون في مستوى 18 درجة في المرتفعات أرقام تتروح بين 20 إلى 25 ببقية مناطق الشمال والوسط وبالجنوب بمتظر تكون أعلى نسبيا وتتروح بين 24 إلى 29 درجة يوم الغد إن شاء الله إمكانية ظهور ذبب محلي صباحا بمناطق أقصى شمال فيما عدد ذلك ظهور بعض الصحب في أغلب الجهات والتي تكون أكثر كثافة بولاية الشمال والمواشر الإيجابي هو تقلص فعلي ترياح مقرنة بالعشنة اليوم قراءة سريعة لدرجة حرار قصف والمنتظر اليوم الغد والتقريبا بيستوصل في نفس المستويات تتوقع تزيير 30 في تونس العاصمة أيضا في جهة وتنقبل 31 في زغوان 28 في بنزر بمنسبة لمناطق الشمال الغرب تتوقع تزيير 31 في بازة 32 في جندوبة 31 في سليانة وأيضا بالكاف بمناطق الوساط أقل بيتالة 37 في القيروان في جهة السحل في سوسة وفي المنسير 30 في المهدية في عاصمة الجنوب السفاقس وقرقنا 32 32 أيضا بسيدي بوزيد وبالنسبة لقاسرين من المنتظر أن تصل حرارة ظهرا إلى مستوى 31 درجة في مناطق الجنوب الغرب نتوقع تزيير 32 في جافسة 35 في توزر 34 في كبلي 32 في جابس وببقية مناطق الجنوب الشرقي بلاد بجزيرة جربة نتوقع تزيير 29 في مدين في تتوين 33 درجة برمدة بالنسبة للملاحة والسيد البحري بسوحلنا شمالية منطقة إيسيرات وخليج تونس رياح في أغلبها من قطاع الشمال سرعتها من 15 إلى 20 عقدة وتتقلص فعليتها بعد ذور تروح بين 10 إلى 15 عقدة بحر يكون مضطرب فتدريجيا قليل الاضطراب بخليج حمامات وبجلة الساحل رياح من قطاع الشمال ثم تتجاه إلى الشرقية سرعتها من 15 إلى 25 عقدة صباحا وتتراجع إلى مستوى 10 15 عقدة في فترة ما بعد ذور البحر يكون مضطرب فقليل الاضطراب وبمنطقتين الشابة وجربها وصولا إلى جرزيس رياح في أغلبها شمالية شرقية سرعتها من 15 إلى 20 عقدة والبحر مضطرب فقليل الاضطراب كنا عادة أمدوكم فكرة حول حال التقس ببعض المدن والعواسم الأجنبية بين وكشات 33 درجة بعد سحب بالدار البيضاء تقس سافي بالجزائر 28 أجواء مشمسة بترابلوس 29 39 بالخرطوم 34 بالقاهرة تقس مشمس بالبقاء المقدسة نتوقع تجهيل 42 في المدينة منورة في مكة المكرم سماء سافية بالدوحة بعد سحب بأبوذبي وبمسق 33 حرارة تجهوز مستوى الأربعين في الكويت وفي بغداد تقس سافي بدمشق بيروت 29 31 بالقدس الشريف بإسطنبول نتوقع ظهور بعض سحب وبالنسبة لأوروبا بيروما 28 أجواء مشمسة 24 بيفيانا تقس مونتر ببرلين وأيضا بلندن 18 درجة 19 بريكسان 20 ببريس مرسيليا سافية 28 في مدريد وبلاشبونة 26 تطور الوضع الجوي خلال نهاية هذا الأسبوع تقريبا مشكونوا معنيين بأجواء بملامح ربعية استقرار جل عناصر الجوية خلال يوم السبت بعد سحب أغلب الجيات والممكن تكون أكثر كثافة شمال البلاد فيما خص الجانب الحركي ريح من قطاع الشمال بشمال شرقية بالوسط وبالجنوب ضعيفة إلى معتدل بحيكون هذا وقليل الاضطراب ودرجات حرارة قصوى من المنتظر حتى تنقل التائرات الهوئية التي تكون من قطاع الجنوبي تبعا لذلك ممكن سجلوا ارتفاع في درجة حرارة ومواشرات بعض التغييرات في فترة ما بعد ظهور إمكانية تزول بعض الأمتار المتفارقة بالمرتفعات في معدى ذلك ظهور بعض الصحاب ببقية مناطق البلاد معيدة شروق والغروب اليوم الغد شروق شمس بإذن الله يكون في الساعة السادسة وعشر دقائق وغروبه في الساعة السادسة وعشر دقائق لمزيد من المعلومات والإرشادات تنذكركم بطرق الاتصال وتواصل بالمعهد الوطني لرسل الجوي موقع الويب تروا ودوبلي في بوميتي وفونتين تبعثوا إرسالية قصيرة ولا تصلوا برقم الموزع الصوتي ثمانية وثمانين أربعين أربع أسفار أوقات صلاة اليوم الغد صلاة صبح بداية من رابعة واربع عربعين دقيقة صلاة الجمعة منتص فنهار وثمانتاش دقيقة صلاة العصر في الساعة الثالثة وخمسة وثلاثين دقيقة صلاة المغرب في الساعة السادسة واثناش دقيقة صلاة العشاء بإذن الله في الساعة السابعة وستة وثلاثين دقيقة شكرا على حصم متابعة الاتمام إلى اللقاء